تامر يعني أخطر عناصر الزمالك في رأيك إيه؟ يعني أكيد زيزو طبعا أهم العيب في الزمالك عبدالله السعيد وجوده رغم عبدالله السعيد غد دلوقتي في الماتشاط ما بنش قوي ولكن تأثيره ممكن يعني لعب تسعين دقيقة في الماتشين بيدافع لغاية آخر دقيقة ده يوضح أن السن عامل ما عنده كم سنة عبدالله السعيد؟ تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين بس واضح أنه محافظ على نفسه برا الملعب وجوه الملعب بصورة جيدة لأن السن ده لو بصيت على رينالدو تسعة وثلاثين زلاثا لعب أربعين فمعظم اللعيبة ممكن تكمل السن ده فأعتقد عبدالله السعيد هيبقى دوره مهم جدا كخبرات حتى في الملعب لأنه مش هيهاب مباراة أهلي وزمانك ممكن لعيب تاني زي محمد شحاته يبقى أول ماتش ليه ممكن يبقى فيه رهبة ولكن عبدالله السعيد وناصر مهر عندهم الخبرات أن هم ممكن يقدم مباراة جيدة عسر أخطر عناصر النادي الأهلي؟ الأهلي متميز دايما ومعروف بجماعيته فبالتالي المنظومة كلها بتسجل حتى كولر بدينا درس في فكرة التدوير وإننا نقدر حقق النجاح بما رايح ست لعيبة في مباراة البلدية أستاذ الميس واكسب خمسة مستريح جدا والخمسة الستة اللي أنا منزلهم كلهم يسجلوا فبالتالي أطالع أكتر مدير فني سعيد وسام علي سجل اثنين كريم فؤاد البديل لما ينزل أساسي يسجل هدف مودس يسجل هدف الفرقة كلها بتسجل هو اللعيبة اللي احتياطي لكن اللي أنا شايفه ستاندينج فورم أو اللعيب اللي بيخلص المطشات أو اللي قدر يغير المطش الفترة لفاته وحسين الشحات ده بالنسبة لي من يدقالي مزا مالك هقول لعيب يمكن مش من الأسامي اللي ترحها كابتن تامر هو مصطفى شربي أنا شايف اللي اللعب ده ستاندينج فورم بتاعته فورميته الحالي يقدر يغير المطش الأهلي هيلعب ازاي؟ بطريقة المعطاقة ده هو التشكيل اللي بيلعب بيه اللي هو التلاتة اللي قدام تلاتة في نص الملعب الأربعة يعني تشكيل أهلي الأعرب حتى من الزمالك أنه يتعرف معتمد على طول على وينجين سواء بيرسيتاو عليمين وحسين الشحات راس حربا كمحطة مودست عنده سلاسي في نص ملعب متنوع سواء إمام عشور مرؤون عطيه كهف دفندر في نص التالت بقى هو ده المشكلة في تشكيل الأهل هيبتدي بقى بندفد هيبتدي بعمر الصلية هيبتدي بأحمد نبي كوكا أعتقد أنه هو واحد من التلاتة خد الدفاع الأهلي معروف علي معلول محمد هاني رمي ربيعة محمد عمينان ومصطفى شبير فاشكده تشكيل أهلي معروف أكتر من تشكيل الزمالك تشكيل الزمالك متخيل الزمالك هلعب ازاي؟ بأعتقد مش هيختلف قوي عن آخر مباراة خاصة أنه بس هو بيعمل حاجة يعني ممكن ما عرفش في المبارات لا يتبقى مناسبة ولأ أنه عايز يرمي كل اللعيبة الكويرة واللي عندها كورة في نفس الوقت فأنت بتلاقي في نص الملعب عبدالله سعيد موجود ودونجا موجود وناصر موجود وزيزو موجود وناصر منسي الفرود موجود فهو عايز يعمل زحمة في الحتة دي حتى لو فيها شوي وأباما سعاد بينزل برضو بديل لكن كل دول حتى ناصر أنا أول مرة من ساعة ما كان بيلعب في نادي الأهلي وغرح ولف أشوفه بيلعب مطرة في شمال فهو خلق له حتة على حساب طبعا مصطفى شالبي إنه عبدالله لازم يكون في الملعب بس غير الطريقة في الشوت التاني في الشوت تاني غيرها طبعا بالضبط فمصطفى ده مكانه لكن زمالك يلعب زي أعتقد ما يخرجش بره آخر تشكيلة مع التعديلات البسيطة اللي بيعملها خلال الموشيين هل يفضل إن عبدالله السعيد وناصر يبقوا لتنين ناصر ماهر لتنين في الملعب ولا دا يلعب واحد على حساب الثاني واحد ممكن واحد شوت واحد شوت مثلا عبدالله أنا متفق مع موضوع السن يعني عبدالله ممكن ما يجريش كتير عبدالله اللي يخوف أو اللي بيجري التسعين دي رغم من المحافظة عن نفسه زي ما كابتن تامر قاله كان أكتر لعيب عنده بدني في بيرمتز لكن لمسة واحدة من لعيب زي ده زي ما شفنا عمر السلية خبارات ميدياما بدنيا مش شايف لكن اللمسة اللي حطها بالسروم ثلاثة في مصر بيعملوها السلية شكبالة وعبدالله دول واحدين قادرين بلمسة واحدة وصلك للجول فبالتالي لا يعني قمته طبعا في إنه ممكن بلمسة واحدة هو لو جوميز قرر إنه يأمن برضو في بداية المتش ويلعب اتنين هاف دفندرز اللي هو دونجا وجنبه بقى محمد شحاتة أو روءة حيلعب عبدالله سعيد كعشرة وحيخلي نصل معاه في عددك